رحلة البرزخ والقبر إما حفرة إما روضة من رياض الجنة ونسأل الله أن يجعلها لنا ولكم أن يجعل القبر لنا ولكم روضة من رياض الجنة وأن يجعلها حفرة من حفر النار نبقى فيها سنين إلى أن يأدن الله ببعثنا من جديد من هذه النطفة الصغيرة التي بقيت في وسط التراب آخر عجب الذنب فيصب عليها الله مطر الحياة فتعود مرة ثانية ونذهب إلى الله ثم نبدأ في رحلة اسمها رحلة عرصات القيامة وبعد تلك الرحلة التي نسأل الله فيها الثباث وأن يتغمدنا الله بفضله ورحمته وإحسانه وأن يسترنا في الآخرة كما سترنا في الدنيا وأن يجعلنا ممن يعيش تحت ضل عرشه آمنين مطمئنين تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون تسلم علينا الملائكة لنطمئننا بالأمان والإيمان تتلقاهم الملائكة وهي تقول لهم لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون وبعد أن تنتهي عرصات القيامة في الميزان والعرب والحوم والحساب وكل ذلك يوم أنت تطاير الصحف فمنا من يمسك كتابه بيمينه يقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في جنة عالية المهم في هذه العرصات الطويلة وهي عرصات يوم القيامة بعدها ينقسم الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير اللهم اجعلنا من أهل جنتك وإذا دخل المسلمون الجنة كانت هناك العيشة الأبدية التي لا عناء فيها لا نصب ولا وصب ولا عناء ولا نكد إخوان متقابلون لا غل ولا حقد نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها هذه الجنة التي هدية الله العظمى لأوليائه وأحبابه من خلقه الذين يختارهم لجواره في هذه الجنة جارك فيها محمد عليه الصلاة والسلام إبراهيم وموسى وعيسى وأيوب وأبو بكر عمر وعثمان وعلي وسعد ومعاد هذه الجنة التي تجد فيها الأخيار الأطهار من عباد الله على مستوى بقاء البشرية فوق الأرض يوم أن قال الله أني جاعل في الأرض خليفة بدءا من أبينا آدم إلى أن نلتقي بعد ذلك في الجنة فحي على جنات عدل فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم هناك نسعد بجوار الله والله يطلع على أهل الجنة ويرون ما هو أعظم النعم على الإطلاق وهي نعمة النظر إلى وجهه الكريم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل هذا هو النعيم يتجل الله لأهل الجنة ويقول السلام عليكم يا أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا منه يا أيها الأحبة هذه الأيام هي أيام أن تسأل ربك أن يعينك في هذه الرحلة الطويلة حتى تصل إلى الجنة ومن أعانه الله مضى فيها آمنا مطمئنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في هذه الدنيا يحفظه الله بعونه ولطفه ورعايته ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره كل هذه البشائر لمن اتقى الله لمن اتقى الله لمن راقب الله لمن خشي الله لمن كان مبتغاه أن يصل إلى الله والله راضي عنه هكذا يجب أن نكون يا إخواني في هذه الحياة نستعين بالله عز وجل ونسأل الله لن يجعلنا وإياكم ووالدينا ووالدي والدينا وأبنائنا وبناتنا وأهلينا وأحبابنا وكل المسلمين إن شاء الله نسأل الله لن يجعلنا جميعا في هذه الجنة إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جديد اشتركوا في القناة